اهلا بكم جماعة النهاردة ريفيو سريع برضو زي ما عودناكم على ايه هو افضل ديف فريزر بالنسبة لك ايه هو منكوناته وامكانياته الامكانات اللي انت محتاجة في الديف فريزر بس قبل ما نبدأ في الفيديو جماعة ما تنسوناش العجاب في الفيديو ان شاء الله ولو شركة في القناة عشان يصل لك كل جديد بازن الله مننا ونعمل فيديوات كتيرة بازن الله تعجبكم وتفيد الناس جميعا بازن الله هنخش سريعا على فيرفريزر الرجي تماعة ضمونا وعشر سنين شامل طبعا على كل حاجة المتور بتاعهم المتور اللي هو المتور اللي هو امكانياته كويسة توفيد باكaban العملاء بتاعه حال. طبعا طبعا بينزل منه كذا موديل في موديل خمسة درج في موديل منه بينزل ستة درج وفي موديل سبعة درج. ستة وسبعة بينزل منه مشاشة ديجتال طبعا خارجية. الخامات باتاعته كلها طبعا بتبع خامات اللي العالية جدا. اه ضوء داخلية كاملة لدي طبعا عندك هنا في مروح التبريد. داخلية طبعا زي ما احنا شايفين الموديل من الموديلات اللي هي العالية. خمسة درجة جماعة بتاعه سعره ستة الاف جنيه. الستة درجة عامل سبعة ستمية والسابعة درجة بتاعه عامل تمانية تلتمية. الضمان طبعا هنا عشر سنين ضمان شركة فرش. الخامات بتاعتهم الخامات الماء مميزة جدا. موصفات بتاعته جماعة في المتوسط. وكمان خدمة ما بعد البيع حاليا فرش من شركات الال كويسة جدا. هنخش سريعا ان شاء الله طبعا على الجهاز التاني وهو معنا هنا جهاز ارستون. ارستون يا جماعة بينزل منه سبع ضرب. طبعا دي تقدر ان انت تجيب اتنين ديف فريزر طوم جنبه بعض. وكمان في موديل بينزل من موديلات الال تلاجة تقدر ان انت تحطي تلاجة وديب. ده بيبسعرهم في حدوة تمنتاشر الف جنيه. طبعا الدي فريزر هنا سعره هيبقى بتتكلم في تسعة تلاف تسعمائة جنيه. طبعا نازل في بيتك يا جماعة عليه خاص من خمسة في المية. دي فريزر من دبات الال ممتازة جدا. طبعا خارجيا بيبقى ديزاين بتاعه سيمبل جدا. خامات الداخلية بتاعته بتبقى ممتازة. اليدراج الداخلية بيبقى كل درج معي طبعا فتح التبريد زاد ان كل درج تحتيه بيبقى فيه لوح ازاز عشان تقدر نوت درجة يتحمل عليه. من الخامات دي فريزر من الخامات الال العالة جدا ده ضمان شركة بتاك يا جماعة ضمان خمس سنين شامل ده طبعا مستورد ترك يا جماعة. طبعا نخش على الجهاز البعدي كده جهاز بيكو. جهاز بيكو بينزل منه كزا موديل ستة درج سبعة درج تمانية درج بينزل منه الالوان الاسود كمان. آآ طبعا بيبنزل حسب الموديل بينزل منه موديلات ديجيتل بينزل منه موديلات عادي. زي ما احنا قلنا يا جماعة بيكو دي تركية. الخامات كلها تركي التقفيل بتاعها تركي ده بيجي مستورة. طبعا بديتكلم في الثمانية درجة يا بسارو عامل عشر تلاف تلتمية خمسة وخمسين. السبعة درج بتاعها يبقى عامل تسعة عمتين وخمسين. والستة درجة بعمل تمانية وخمسمية. طبعا الادراك بتاعته الداخلية طبعا تحت كل درج بيبقى فيه رف الماتيريال بتاعهم الماتيريال العالي جدا. دزاين بتاعه طحفة. شكله كويس جدا. بنتكلم على الدمان بتاعه ده دمان خمسين وانا شايف برضو نداعي من العيوب بتاعته. موفر معنا في استعلاق الكهرباء من الامكانات اللي هي العالية. الفيدباك بتاع العاملة بتاعها كويس جدا طبعا بالنسبة للديف فريزر اللي هو البيكو. هنخش سريعا على التوشيبا. توشيبا من الاجازة اللي هي المعمرة المعروفة جدا بالنسبة للسوق المصري ويمكن اكتر للطلبات اللي عليها في السوق او ان العملة كتير جدا بتسعر عليها وخصوصا الطبقة اللي هي المتوسط. التوشيبا بينزل منه بس موديلين اربعة درج وخمسة درج وحاليا منزل سبعة درج وتمانية درج ولكن لسه شاربة ممشيش شوية في السوق. التوشيبا من الموديلات اللي هي العالية جدا طبعا توشيبا احنا بنتكلم في تلاتة درج كبير مع اتنين صغير طبعا مروحة تبريد داخلية ضمان عشر سنين شامل مشكلة توشيبا يا جماعة ان هو استهلاكه الكهرابي عالي جدا. طبعا احنا بنتكلم ان توشيبا بينزل الخمسة درج بتاعه عمل ستة سبعمية وعشرين والاربعة درج عمل خمسة تمنمية. ده ضمان توشيبا العربي. هنخش سريعا طبعا على جهاز هنا جماعة من الجهاز اللي هي العالية جدا ده طبعا برضو تركي. جهاز عالي جدا من الجهاز اللي هي الممتازة. الخامس بتاعتها كويسة جدا ضمان بيتكلم في ضمان خمس سنين طبعا شامل. ولكن فيه بينزل برضو بعض الموديلات بتنزل تلاتة متجزة. عندك طبعا بتبقى الداخلان بتاعتها الإدراك بتاعتها بتبقى محملة شوية بتبقى طبعا اعلى من بعض الموديلات في الشركات تانية. تحت كل درجة طبعا ببقى فيه رف بينزل موديلات منها بينزل في شاشة ديجيتال والموديل تاني بينزل نظام ميكانيكا. طبعا بينزل منه كزا لون اللون السلسة ولون الاسود حسب الموديل اللي هو اللي انت بتطلبه. اسعاره طبعا بالنسبة للخمسة درجة عامل ستة مية خمسة وتمانين. الستة درجة عامل ستة تمنمية وخمستاشر. السبع درجة عامل تمانية تلاتمية خمسة وتسعين. موديلات اللي هي الموديلات اللي عالية جدا طبعا. آآ حاليا في السوق برضو ويت ويل مش كوحشة مستورد ضمان خمس سنين. آآ مواصفات الجهاز عالية جدا التبريب بتاعه كويس. آآ خزمة مبادل بيع ويت ويل مش كوي جدا. ولكن فيه شركات طبعا اعلى بكتير. هنخش طبعا على الموديل الاخير معانا حاليا كريازي. كريازي جمع من الموديلات برضو اللي هي المعمرة ولكن الموديلات العديمة الموديلات الجديدة في بعض العاملة كتير بتشتكملها. طبعا اتكلم في كريازي معانا منه الاربعة درج ومعانا منه الخمسة والستة درج. كريازي الميزة فيه او الميزة الوحيدة فيه ان الدرج بتاعها عريض وده هتلاقي اكبر درج موجود حاليا. مع العلم ان الدرج برضو بتاعها متين جدا. بنتكلم كمان ان احنا معانا الخمسة درج والستة درج والاربعة. بيبقى فيه رف في داخلي طبعا لمكابلات التلجو دي حاجة مش هتلاقيها في اي جهاز تاني غير كريازي وفي بعض الموديلات في بيكو. طبعا كريازي جمع الميزة ان هو طبعا شركة طبعا شركة صدكو بيدينا ضمانه عشر سنين شامل على كل حاجة الجهاز محترم جدا جهاز قوي جدا جهاز تقيل جدا آآ طبعا اسعار شركة حاليا سبعة كليزة سبع assessment ده طبعا بالنسبة لاربعة درجة الخمسة درجة عمل سبعة تامية وخمسين والستة درجة عمل تمانية سبع مائة وستين طبعا كريازي جمع تمنى شركة صدكو بيدينا ضمانه عشر سنين شامل على كل حاجة. كريازي خدمة مبادة البيع حاليا من الخدمات اللي هي المتوسطة. فيها مشاكل شوية الفترة الحالية ولكن ان شاء الله من الشركة لها الكوية جدا ودايما نوقف على حالها ومعمرة بالنسبة للسوء المصري. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوا يا شكماعة العجاب بالفيديو. ان شاء الله ولا اشتراك في القناة عشان نعمل فيديوهات كتيرة ان شاء الله تفيد الجميع بإذن الله. شكرا.